بكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم الى ملتصة التعليم الكتروني قسم تقنيات الاشعاء والسونار. مادة الفسس النظري عن محاضر الرابع. نابع محاضرتنا كارديك فيسولوجي. فسجد القلب او جهاز الدورة. كارديو فاسكولار فيسولوجي. نحيضا نشني الهارد اناتومي. الكترة الاكتيفتي او هارد. الكارديك سايكل والكارديك او تشريح القلب. والفعالية كان بين القلب. ودورة القلب. والخراج القلبي. ان شاء الله نحاول ناخد بعض المواضيع باختصار. الكارديو فاسكولار سيستم طلاب. اللي هو القلب. القلب هو دبل سايد بام. اه مضاخة. اه ثانوية. اه مضاخة مزدوجة. شد. اه اه تنظم. ضغط الدم. واضح. او تضغط الدم. اه حسب حاجة. حسب الحاجة الى الانسجة. واضح. البلد فيزلز. هو عبارة عن طرق ومبرات المل. مرور الدم. خلال الجسم. وتبادل المواد. من و الى الانسجة. واضح? البلاد. طلاب هو نسيض ضام. ساعد. ينقل. المواد الضائبة. والعلاقة. واضح? اذا تعملان شو نذنين مصطلحات. طلاب الهارت. اللي هو عضلة كبيرة. تشكل لي. اه مضاخة مزدوجة. شنوه? شو و الى. من الرعاة. و عودة الدم كذلك من الرعاة. اذا هي دورة مغلقة. اه بعد ضغط الدم الى الجسم. عند رسيل فبلاد افرام دي بادي. واستنام الدم من الجسم. بل حالة ضغط الدم للرعاة واستنام الدم من الرعاة. كذلك اذن اخذ دم من الجسم واستنام الدم من الجسم. بعد اه اه ماد اف اف the cardiac muscular muscle and cardiac near full system. يصنع منيان من عضلة القلب والانسجة العصبية. والابثيلية الحماية. او بيثيلية عضلية ونسيج عصبي ونسيج طلائي ونسيج الضام. واضح. الطلاب هنا مسار الدوران. ان هنا مسار دائرة الرأي. هنا الهيرتو لان. هنا مسار الدم لا ينتقل من القلب الى الرأي. ثم من الرأي يعود الى القلب. لذلك. الدم في جانب الايمن للقلب. شي يكون لو اوكسجين. واق ركضة. لو اوكسجين. اند هاي كاربون دي اوكسايد. جزء الايمن ينقل الدم للرأي. شي يكون. الدم اه العفو. من القلب يكون لو اوكسجين. لو اوكسجين. ان هاي كاربون دي اوكسايد. قليل اوكسجين وعالي كان ثاني اوكسين كاربون. سماتيك سيركوت. الدورة النظامية. الهاي تولد. القلب. القلب. المن. الى الانسجة. قلب. الى الانسجة. لحي يدخل الدم. من القلب الى الانسجة. البادي تشو. انه بالنسجة. انسجة الجسيم. نحن تعود. تعود. ترجع الدم. المن. الى القلب. ناني. اوكسجين البلد. مرة عين ينضغلين جسيم. ناني مشي يكون. اوكسجين البلد. بام. اوت. الدم لحي يكون. مو اكسج. او ذا. او ذا. او ذا. اذا الجانب الايسر. يكون محمل بالاكسجين. واضح. وحي وصل المن الى الانسجة. المن. فور. ميتابوليك فاكشين. واضح اني. واضح حسة. هاد هنا طلب. يوضح. صورة. هاده. صورة. صورة. وضح. اللون الاحمر يكون. غني بالاكسجين. بينما اللون الازرى. يكون. اه. فقير الاكسجين. او لا. يحتوي على كميات قليل من الاكسجين. لكن عالي. عالي بالتاني اكسجين كاربون. احنا بالجزاء الورعه. اذا الجانب الايمن. يكون قليل لأكسجين قليل للقلب. ومنما الجانب الايسر. يكون. عالي الاكسجين. واللي هو راح يوصل الدم الى الانسجة. طلاب باثوي او الدم الغير مؤكسج. او المنزوع الاكسجين. لا يعود. بواسطة. فينا كافا سوبر فيريار فينا كافا. تورايت ارتيام. بس ان هناك تجيلو يا اطلاب. الدم الغير مؤكسج. انه يعود بواسطة. الوريد الاجوف العلوي. المن الى الاذين الايمن. خلال من تراي كافسج فال. لصمامات ثلاثية الشرفة. ان تورايت فانترقال. البطين الايمن. ان الاذين الايمن الاذين الايمن. الاذين المليس البطين. الاذين الايمان. يحمل الدم الغير مواكسج خلال صمامة ثنائية شرفة المن الى البطيل الايبان الاكسجينية البلد اكسجينية البلد الدم المواكسج يعود للقلب بواسطة الاوردة الرائوية المن لفت ارتيم لفت ارتيم اذا اذين الايسر يحمل دم مواكسج خلال من خلال صمامات ثنائية بايكابسيد فالف صمامات ثنائية الشرفة انتو ليفت فاندريكال انتو ليفت لف ارتيم ه thousands عنشوف الليفت فاندريكال البطيل الايمن هو لحية دخلة دم من القلب الانسجه. لذلك يكون محمل بال06 بينما الرايد بطيل الايمن يكون غير محمل في الاحسإن. ان الاحسائ Billie الدم الموكسيد يضغط خلال من صمامات الشبه خطية الابهرية واضح خلال الصمامات او الاروتة الاروتة الشريان الابهر الى الانسج الجسم انسج الجسم اذا بطين ايمن لحي دخل الدم خلال الصمامات الابهرية صمامات القلبية اربع صمامات اربع صمامات اربع صمامات الصمامات اذينية البطينية اللي هي تراي كابسيد والبي كابسيد والباي كابسيد طلاب تقع بالأذين والبطين متى تفتح تفتح عندما سريع الدم الى البطين واضح تسمح بجران الدم للبطين عندما يكون الضغط الاذيني اعلى من الضغط الشرياني الضغط الاذيني اعلى من الضغط البطيني واضح شوكت تفتحها الصمامات عندما يكون الضغط الاذيني اعلى من الضغط الاذيني العفو الضغط الاذيني اعلى من الضغط البطيني نحتاج الاذيني اعلى من الضغط الاذيني راح تغلق الصمامات عندنا سمي لولان فالف مقطع الصمامات الفاكر الاذيني اعلى من الضغط الاذيني يتقدم لها مقطع زكي السمي لولان والاوروتك الراوية والابهرية. اثنين. هاي وين تقع? بالماري ترانك اند اوراتي. وساق الرأي والشريال الابهر. بعد تفتح خلال الضخل بطيني تسمع الدم الخروج من القلب. وتغلق الشوكت. السرخاء البطين. ليش? حتى تمنع عودة الدم. عودة الدم الى القلب. واضح? هنا طلاب يوضح. هذا الشكل يوضح مع القلب. هنا الاروت الابهر. الوريد الاجواف العلوي. الشرائن الرائوية. الاذين الايمان. الصمامات الاذينية البطينية اليمنى. البطين الايمان. فينا كافة الوريد الاسماء السفلي. واضح? وهي يعني هذا الرسم توضيحه للقلب. يوضح البطين والاذين الايمان والايسر. وهكذا. طلاب عندنا الكارديك مصل سيل. الكارديك مصل سيل سيتراي تحتوي على الاكتين والوايسين. بعد تكون متفرحة. الخلايا المتجاورة ترتبط طلابينها كلش مهمة. الخلايا المتجاورة لح ترتبط مع بعضها بواسط اقراس قلبية. نقراس القلبية. واضح? التي تحتوي الجسيمات. هاي ميكانيك لي تربط خلايا ميكانيكيا. واضح? تربط الخلايا ميكانيكيا. حسنا نشوف بالصورة. الجاب دانكشن. الاتصالات القنوية. هاي شنية? الكترة الكونكت سيل. خلايا كهربائي. واضح? خلايا كهربائي. هسه هانا نشوف. احنا هاد ديسموسوم. ديسموسوم طلاب. لح تربط للخلايا قلني ميكانيكي لي. تو. تو قذر. واضح? حاطة حاطة تطين تقلص قوي. اللي قاب جوانكشن هذي اللي هي باللون. بنفسجي. هاي من خلالها التوصيل الشحنات الكاربائية بين الخلايا خاطر للتقلص او الانبساط. واضح? وتكون بكميات عالية بالقلم. يعني تكون هاي تكون كميات عالية بالقلم. لذلك يكون عالية بالقلم. هنشوف خاطر يضخل الدم الى الانسجة وجميع اعضاء الجسم. بسبب وجود الواضح? واضح? ان الانترنسي كوندكشن سيستيم النظام التوصيل الداخلي. الاخشن بوتنشن. تلاب جهد الفعلي بالقلم ينظم بواسطة. شون اللي حين ينظم? ينظم بواسطة انترنسي كوندشن سيستيم النظام التوصيل الداخلي. جهد الفعل. لان جهد الفعل طلاب ينظم بواسطة اه توصيل الداخلي. هتكون عنا اربع منكونات. انه طلاب اربع منكونات. اه مواقع. الكتركال باسميكر. سيت اوف الكتركال باسميكر السيل. هنا باسميكر منظم منخطة معناها طلاب. منظم منخطة. شو راح تكون عملية الضخط الدم. اه تنظيم القلب. على ايسا شو راح نظم القلب. دقات ماتة. شون الكهربائي ماتة. شو راح تكون? عدنا الاس اي نود العقدة الاذينية الاذينية الجيبية. الاي في نود العقدة الاذينية المطينية. الباندل اوف هنه هس. الحزمة هس. اللي حتكون عندنا الحزمة اليسرى واليمنى. والبركنجي فايبر. الياب باركنجي. هاي طلاب الاس اي نود. الاي ايف نود بالرسيم مواضحة امامكم. الباندل اوف هنه هس نحت نتقسم يمنى ويسرى والياب باركنجي. هس طلاب كل وحدة شرح مقتصر الهن. الاس اي نود طلاب وين راح تقع? تقع بالجزء الاعلى من الاذين الايمن. من الاذين الايمن. بتكون اسرع وحدة. والجهد التفاق اكشن بوتينشل. جهد الفعل. شي يكون مواضحة من سبعين الى ثمانين بالدقيقة. 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 بيرمنت. ادريس. الاي اف نود طلاب. وين تقع? تقع بالجزء الاسفل من الجزء الاسفل من من الاذين. رايد ارتيه. بالقرب من الحال الفاصل البطيني. تكون فاصل. يعني تحل المركز الثاني بالسرعة. يعني. يعني الاولية هي الاس اي نود كسرعة. الثاني الاي اف نود. تكون جديدة الاكشن بوتينشل مرته بالدقيقة من اربعين الى ستين. طلاب باندل اوفيس باركنجي فايبر باندل اوفيس باندل اوفيس. عن باركنجي فايبر. باندل اوفيس. وين تقع? تقع وين? انترافينتريكال سيبتم. الحاجز الى بين البطيني. اهنا كما واضح في الصورة. اه وتكون تتوزع اه 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 تتفرع او تتفرع او تتفرع يمنى ويسرع. باركنجي فايبر. طلاب شين باركنجي فايبر? ترفل اف the outer wall of the فانترافينتريكال. توصل الشحنة الكهربائية او التوصيلة الكهربائية الى الجدار الخارجية من البطين. واضح? اهنا بالرسم شون? توصل الجدار الخارجية للبطين. توصل الخاطر تكون الكهربائية كاملة القلب خاضر يتم التقلص والمصاد. واضح? يعني هاي العملية السمرار النبض اللي هي التقلص والمصاد والبطين. ناتجا شون هو ناتجة عن شاهنات كهربائية اه ومسؤولة عليها العقد التي تم ذكرها صعبة. طلاب الاستعدنا القياس الاي سي جي تخطيط القلب. هار دي بولارزيشن اه زوال استقطاب للقلب وري بولارزيشن. ازا عودة الاستقطاب اه يقاس بواسطة الكترو كارديو جرام تخطيط القلب. انه طلاب ثلاث موجات كلش مهمة. يعني ثلاث مصطلح. البي ويف. شن هي البي ويف? اتمثل لي اه اه اس اي نود تو ار تيا دي بولارزيشن. زوال استقطاب علما العقدة الاوذينية الى الاوذين. العقدة الاوذينية جايبين الاس اي نود. زوال استقطاب الاس اي نود اللي هو يمثل لي البي ويف. البي ويف. انا واحد نشوف التقطيط القلب. نحشوف الثلاث موجات. الثلاث او الثلاث مصطلحات. البي والكوي ار اس والتي. هس البي ويف زوال السقطاب بالعقدة الاوذينية. اللي كوي ار اس كوملكس معقدة كوي ار اس. يمثل لي زوال السقطاب بالعقدة الاوذينية البطينية وليها بركنجي. واضح؟ زوال السقطاب البطيني. عسا الاول اول واحدة زوال السقطاب الاوذيني. زوال السقطاب الاوذيني هو اللي حيكون بالاس اي نود. الكوي ار كوي ار اس كوملكس. زوال السقطاب البطيني. اللي هو اللي حيكون الاي اف نود. والالياب بركنجي. التين ويف. عودة للسقطاب في البطين. واضح؟ عنا طلاب كارديك ابنورماناتيز. اه يعني. الا اكو بعض الحالات الغير الشادة بالقلب. اه براديك كارديا. براديك كارديا يعني الخفاء. دقات القلب اللي هي تكون اقل من ستين. ستين. بلد بلد جرمين معدل يعني الضغط الشرياني. اما توصل الضغط الشرياني يكون اقل من ستين. التكي كارديا اللي هي يكون اعلى معدل الضغط الشرياني يكون اعلى من مية. والارثي ماس. ديمات. هاي الحركة الغير تناسقية. اه التقلصات الغير متناسقة من اذين والبطين. انا حيسمنهن شون الارثي ماس. واضح؟ اللي هي شون السباب اصباب هالطلاب. اما اصير ضرر بالس اي نوت. او الاف نوت. او الهيرت بلك. انسداد بالقلب. دمج هم كذلك بالس اي نوت. والفين تريكا تتقلص تقريبا الضغط معنى تش يكون ثلاثة من مية. اذا هو اي خلل بالس اي نوت والايف نوت. شو تكون? رحيصر عندنا انطرابات بالقلب. بتاعتمال باسميكر. يعني منظم الخطة. منظم الاتصالات بالقلب. الشي يكون الشي يكون خللg والايف نوت. انا طلاب المصطلحات اه اه se sontur لو داي سستول و داي ستول اللي بريد أوف داي كونتركشين فترة التقلص تكون سستول شنسميه التقلص فترة التقلص سستول في القلب في ردهات القلب ها هار تامبر مصبه اللي بريد كونتركشين تقلصات القلب اللي هي سستول انهار تامبر في ردهات القلب مصبه الترنيت وذي بريد ريكسشين داي ستول ان اردر فور داي هار تو فانكشن بروبلي يقول تقلصات القلب اللي هي سستول يجب ان تكون متناسقة مع تقلصات مت او متتابعة مع الصرخة فترة اللي هي داي ستول حتى القلب يعمل بصور مستمرة ايك خليني في هذا الشي يعني مثل ممكن التقلص يزيد وممكن الداي ستول عم يزيد ما يقيل حسر انه اضطرابات من القلب اللي هي داي ستول اللي هي كنتركش تامبر والجكت بلد الردهات المتقلصة راح تخرج للدم اجكت بلد يعني اجكت معنا وقروض اللي هي داي ستول ريلاكسي تامبر الردهات المسترخية والفول وذي بلد راح توني بالدم واضح؟ عندنا طلاق موضوع اخر الخراج القلبي الخراج القلبي شنو هو هو كمية هو حجم كل الدم الذي يضخه خلال دقيقة واحدة الحجم كل الدم الذي يخرج من القلب خلال دقيقة واحدة اجقد اللي هيخرج حجم الدم خلال دقيقة واحدة انا سنسمي الخراج القلبي اجقد الحجم كل الدم من خمسة الى خمسة ونص لتر معدل الخراج القلبي شيكون خمسة لتر على دقيقة زياء دا هالت بم دا انتاير فوليم والي or of the your blood through the you or body every minute طلاب هلا اجز اجز خلال التمارين يعني خلال الجهد خلال التمارين خلال الأعمال الشاقة الخراج القلبي لحشي يكون يدخلي تقريبا من 20 إلى 25 لتر على دقيقة وشكرا لكم طلاب على أحسن الصلاة أتمنى أن تكونوا محاضرة سهلة وواضحة عليكم